الحكاية بدأت لما خرج أحمد العمري اللي عنده 16 سنة مع صحابه وهم ركبين العجل بتاعهم زي ما متعودين وكان المفروض إنهم يرجعوا أول ما الدنيا تضلم ولكنهم فدلوا يلعبوا ويهزروا لحد ما وصلوا عند جبل اسمه جبل مضر الجبل ده منتشر عنه حكايات وأساطير بين أهل المنطقة إنه جبل مسكون بالجن وأي حد يدخله ما بيرجعش تاني أول ما أحمد شاف الجبل بصل أصحابه وقال لهم ده الجبل اللي بيقولوا على إنه مسكون بالجن رأيكم ندخلوا ونثبت لهم إن كل الحكايات اللي بتتقال عنه تخريف أول ما قال كده صحابه بدأوا يخافوا ويحاولوا يبنعوا من إنه يدخل لأنهم مصدقين إنه جبل مسكون وإنه بيدخل جوه ما بيخرجش تاني وقالوا له إنهم لازم يمشوا كلهم دلوقتي حالا قبل ما الدنيا تضلم وما يعرفوش يرجع رد عليهم أخينا بكل ثقة وتحدي وقال لهم عايزين ترجعوا؟ رجعوا إنتوا أنا هدخل وهرجع وهثبت لكم إنه ما فيش عفريد ولا جن جوه الجبل خايفين جدا وما عندهمش استعداد إنهم يدخلوا في مغامرة مش عارفين نتجتها إيه أحمد دخل الجبل بالعجلة بتاعته وهو في قمة الثقة والتحدي وأول قرار أخدوه صحابه لما رجعوا بيوتهم إنهم ما ينطقوش بحرف واحد عن اللي حصل الوقت بيعدي وأحمد لسه مرجعش البيت عدت ساعة والتانية لغاية ما جات الساعة 11 بالليل ولسه مرجعش وأهله مش متعودين إنه بيتأخر بالشكل ده راح أبويس قال صحابه عنه فقالوله ما نعرفش عنه حاجة لكن بعد ضغط الأب عليهم من شدة قلقه على ابنه ما لقيوش مهرب غير إنهم ما يقولوله الحقيقة وأول ما سمع إن أحمد دخل جبل الجن الراجل حرفيا لطم على وشه لأنه عارف الحكايات اللي بتتقال عن الجبل ده وإن محدش دخله ورجع تاني لأهله الأب بتجمع بالمشاعر هو 80 راجل من أهل القرية علشان يدوروا على أحمد جوه الجبل ولأن عددهم أقل جدا من مساحة الجبل فكان صعب إنهم يقدروا يلفوا في كل حتة في الجبل ولكنهم حاولوا بكل مجهودهم إنهم يدوروا كويس على أحمد ولكن للأسف ما لقيوش إلا العجلة بتاعته بس وأحمد ما لوش أي أثر نهائي في الجبل قالوا لازم نبلغ الشرطة هم هيقدروا يتعاملوا مع الوضع لأنهم أكتر احترافية منهم الشرطة جات بكوات كبيرة علشان يكثفوا عملية البحث عن أحمد ولكن النتيجة ما تغيرتش وأحمد ما زال مختفي لما أهل أحمد سيطر عليهم اليأسف إنهم يلاقوا ابنهم جابوا شيخ أو رجل صالح زي ما بيقولوا لكن هو كان دجال المهم جابوا الشيخ ده أو للدقة يعني الدجال وراحوا بيه عند موقع الجبل وبدأ الدجال يعمل حاجات غريبة زي مثلا إنه يقول تعويز ويتنطط زي المجانين وفجأة قال لأهل أحمد قولولي بسرعة اسم ابنكم واسم والدته ولد أحمد قاله على أساميهم على أمل إنه يلاقي حل وأول ما خرج الدجال قال لهم كلام غريب جدا ابنكم عايش لكن بنات الجن خطفينه وواحدة من الجن العاشق وقعت في حبه ورفضت رجعه تاني وهو دلوقتي مربوط بشعرها طويل وعمل يصرخ وقال لهم كمان إن ابنهم موجود في مكان تحت الأرض والمكان ده بيدخلوا ويخرجوا منه من آخر الكهف ده وكان بيقول كده وهو بيشاور بييده على مكان الكهف الأهل طبعا من خضتهم على ابنهم كانوا هيدخلوا الكهف لكن الدجال وقفهم وقال لهم إنه مستحيل يقدر حد يوصل لإنه مكان سري صعب توصلوله سألوه طب والحل إيه؟ رضع لهم الدجال وقال لهم اتباحوا الدبابيح في عمال لما كان الشخص يتخطف من الجن كانوا بيتباحوا الدبابيح وبعدها يسبوها على أساس إنها الأكل للجن حاجة كده زي الطاردية أو القربين وأهل أحمد متأخروش ودبحوا الدبابيح ومش هما بس كده ده كمان كل الأهالي اللي كانوا مشتركين في البحث عنه دبحوا هما كمان لكن للأسف الموضوع طلع بلا أي فايدة وطبعا الدجال علشان هو دجال قال لهم إنهم رفضين يطلقوا صراح ابنكم علشان زي ما قلتلكم إن في واحدة من بنات الجن دايبة في غرام وخلاص ينتهي الموضوع على كده وأهل أحمد يبدأوا يصدقوا فعلا كلام الدجال لغاية ما عدى أربع شهور من اختفاء أحمد ويلقوا جثة موجودة جوه حفرة في الجبل عمقها تسعين متر وبعد الفحص الدقيق اكتشفوا إنها جثة أحمد العمري المختفي من أربع شهور وتم استنتاج اللي حصل كله إن أحمد يومها نزل من العجلة بتاعته وفضل يتمشى في الجبل لحد ما تكرر بدافع الفضول إنه يصعد لكمة الجبل وهو بيصعد ما انتبهش للشك أو الفتحة اللي في نص الجبل ووقع ولإنت المسافة كانت طويلة جدا أحمد مات بكل بساطة يعني ولا كان مخطف من جن ولا في بنات جن عاشقينه وهنا خلصت حكاية أحمد العمري وطبعا مستنين رأيكم في الكومنتات سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر